موسيقى من المشهد السابق يمكننا القول الجمال نعمة إلهية ففي هذه الجملة نلاحظ أنها خالية من أي كلمة تؤكد مضمونها ولكن لو قلنا الجمال الجمال نعمة إلهية لوجدنا أنها حملت معنى التوكيد وجاء هذا التوكيد من كلمة الجمال الثانية التي تكررت ونلاحظ أن الكلمتين ضبطتا بالضم لأننا نعد الجمال الثانية تابعا والجمال الأولى متبوعا والتابع يطابق المتبوع في علامة الإعراب لكن المشهد السابق يقودنا إلى القول الجمال ينبع من جمال الروح إذ نلاحظ أن هذه الجملة خالية من التوكيد وإذا قلنا الجمال ينبع من جمال الروح نفسها لوجدنا أنها حملت معنى التوكيد وجاء هذا التوكيد من كلمة نفسها التي جاءت بعد كلمة الروح ونلاحظ أن الكلمتين ضبطتا بالجري وعليه تكون كلمة نفسها تابعا والروح متبوعا مما سبق نستنتج أن التوكيد لفظ تابع لما قبله يسمى المؤكدة يذكر لتقويته وتوكيد حكمه ولنتعرف على أنواع التوكيد لنراقب المشهد الآن الأم الأم سر الوجود من خلال الجملة نجد أن الاسم المؤكد هو كلمة الأم الأولى وقد جاءت كلمة الأم الثانية توكيدا للفظة الأم الأولى وهذا التوكيد يسمى توكيدا لفظيا وهو صورة لتكرار الاسم وأحيانا يكرر القائل الفعلة أو الجملة أو الحرفة لنتابع المشهد ونتبق ذلك على جمل جديد ففي قولنا تصر تصر الكائنات على الوصول إلى غاياتها نجد أن كلمة تصر الأولى هي فعل وكذلك هي المؤكد بينما كلمة تصر الثانية هي التوكيد وعليه فإن التوكيد هنا توكيد لفظي بتكرار الفعل أما الجملة الآتية بالإصرار نبلغ الغايات بالإصرار نبلغ الغايات نجد أن القسم الأولى من العبارة هو جملة بالإصرار نبلغ الغايات وبالتالي فأن هذه الجملة هي المؤكد بينما القسم الثاني من العبارة بالإصرار نبلغ الغايات هو التوكيد وقد جاء توكيدا لفظيا بتكرار الجملة مما سبق يمكننا استنتاج الآت التوكيد اللفظي هو تكرار اللفظ السابق المؤكد وقد يكون المؤكد اسما أو فعلا أو حرفا أو جملة اسمية أو فعلية والآن لننتقل إلى تعرف النوع الثاني من أنواع التوكيد لنتابع أنجز العمال كلهم المشاريع في الوقت المحدد نلاحظ أن كلمة كلهم قد ذكرت لتقوية المعنى وتوكيد حكمه إذ جاءت كلمة كلهم توكيدا للمؤكد وهو العمال وقد تبعت هذه اللفظة المؤكدة بعلامة الأعراب وجمع الذكور من خلال مطابقتها للمؤكد بالضمير المتصل بالجمع وعليه فأن كلمة كلهم تعد توكيدا معنويا لكلمة العمال ويمكننا أن نستعمل بدا منها كلمة جميعهم أو عامتهم التي تستعملان أيضا في توكيد الاسم الدالي على الجمع ولو قلنا أعجبتني اللوحة نفسها لكان توكيد المعنى من خلال لفظة نفسها التي جاءت مفردة مؤنثة متصلة بضمير يدل على الاسم المفرد المؤنث المطابق للمؤكد اللوحة مما سبق نستنتج أن للتوكيد المعنوي سبعة ألفاظ أصلية وهي نفس عين كلا كلتا كل جميع عام ولا بد من اتصال التوكيد المعنوي بضمير يعود على المؤكد ويطابقه في التذكير أو التأنيث والإفراد أو التسنية أو الجمع والأصل في التوكيد المعنوي أن يأتي المؤكد معرفة ويسبق التوكيد والآن لنختبر أنفسنا اشتريت الكتابين كليهما سقيت الأشجار كلها في حديقة منزلنا كرمت المديرة المتفوق نفسه في الختام نترككم في أمان الله إلى اللقاء في درس جديد